موسيقى موسيقى طبيعة الحال باش نشوفه مع رجال لليديك الشركة لليديك اللي اخدت هذا المسروع هذا اللي هو مهم جدا اللي كان اعتبره المسروع هيكالي اللي مكلف واحد ثلاثين مليون ديل الدلهم واللي كهم يعني المشاكيل ديل الفيضانات اللي كانت كتعرفها منطقة ديل الفرارات ديل الفرارات بصفة عامة شبه المشاكيل اللي كانت كتعرفوا منطقة ديل الفرارات اللي كانت كتعرفه منطقة سياسفا اليوم يقولوا بانه هنيئا لنا بهذا المسروع اللي هو اخداء المزرع ديله هذه واحد مدة اكتر من الاربعات لأسهر واللي المدة ديله اتقاربها تناشر شهر وأدود بأنه اليوم الإخوان ديولا لديك خبر صار بأنهم يجب أكتيفي يعني هذا بسرعة بشكل كبير وربما غادي يكون آخر أيام الإنجاز ديولون سعى الله في سهر 12 أو شهر 11 يعني السنة المقبلة إن شاء الله غادي نقولوا بأنه ما بقاش عندنا إشكالية ديال الفيضانات في منطقة فرارة وبالتالي نسجل هاد النقطة بشكل إيجابي اليوم للمجلس مقاطعة حيل حساني وجمع ضرب ضرب صفاء عمى والسلطة المحلية السيدة العمل ويعني الكل المتدخلين في هذا المسروع وهذا الهيكالي اللي كتعيشوا يعني منطقة حيل حساني وعدنا مسارع أخرى هيكالي اللي عندها علاقة بالبناء التحتية ولهذا فنشكر من خلالكم يعني شركة لليديك ونتمنى لهم يعني المزيد من التألق ومن التوفيق وخاصة بأنه هذا المسارع اللي كتشبه الآن كلها مليئة العاملة الحقيقية ومن الانجينيور ومن المهندسين مغاربة بالدرجة اللولى ولهذا فنهني ساكنة دي الفيرارا وسيد الخادير ودير ريال والفاء بأنهم سأل الفيضانات بأنه سنة المقبلة إن شاء الله سنكونوا انتهنة من ذلك بشكل نهائي اليوم يعني عطيناهم الشروحات الكافية فيما يخص هذا المشروع المهيكل اللي هو مشروع اللي غدي يمكن الحي الحسني باش تحل المشكل ديال الفيضانات اللي كانتكتعرفها فيرارا والوفاق الزنقة 41 ومجا ورها فهذا مشروع يعني كبير اللي تكلفة المالية دياله كتنهز 30 مليون ديال درهم الحمد لله اليوم العمل غادي يفض المشروع على قدمين وساق يعني غادي يتم تشغيل دياله فيما تم نهاية السنة ومع الشركات والشركة المناولة والأطور والعموال والعملات ديالنا راحنا مجندين باش يمكن إن شاء الله يمكن نخدموه قبل هالتاريخ يعني في شهر عشره 2022 فهدي مناسبة كذلك باش نشيده بالعمل والتجنود ديال جميع العموال والعملات ديالنا والشركة المناولة ونشكره يعني المتدخلين والسلطات المحلية المقاطعة الرئيس ديال المقاطعة وسائر المستشارين على العمل التشاركي اللي كان عمله وكذلك الساكينة والمجتمع المدني فهذا مشروع اللي غادي يعطي واحد القيمة مضافة كبيرة بالنسبة للمنطقة اليوم تشرفنا مجيء ديال مستشارين ديال جماعة الحضرية ديال الحي الحساني للمشروع المهيكل اللي تتقوم به ليدك في إطار جميع مية الأمطار اللي تتعرفها المنطقة كما تتعرفوا بأن المنطقة تتعرف تدفقات مائية جد مهمة وفي هذا الإطار جاء هذا المشروع هذا لجميع المية الأمطار زائدة واللي غادي تكون إن شاء الله سواء أشو ميني غادي تمشي في واحد القنوات للقطر ديالها تفوق متر وستين سنتيم وغادي تتهبط في واحد أنبئر اللي هو جد عميق لتتفوق العمق دياله 29 متر وفاصيلة خمسة والقطر دياله تمليت الأمطار هذا المشروع هذا تيجي في إطار المشاريع الكبرى اللي ستقوم بها ليدك في جميع أنحاء الدار البيضاء وتيجي تكميلها للمشاريع اللي قامت بها ليدك في منطقة الحي الحساني وخاصة في منطقة الطريق الوطنية رقم واحد فهذا المشاريع هذه غادي نكون إن شاء الله تنستجبو الحاجيات للزبن البيضاوي ونحسنه من الخدمات اللي تنقدموها للزبن البيضاوي بشكل خاص